كان في الجزائر في 92 ونحن نعيش بالمناسبة أمس كانت الذكرى ربع قرن على مرور الانقلاب على ذاكرة الانقلاب في 11 يناير 92 يقول رئيس أو أحد كبار مسؤولي المخابرات الفرنسية يقول عندما سألنا ميتيرون ماذا نفعل يعني أصحاب اللحة كما سماهم لباربي أصحاب اللحة على أبواب أن يأخذوا السلطة في الجزائر قال أعطانا ما يسمى بالضوء البرتقالي ضوء البرتقالي ماذا يعني عندهم هو أنه إذا لم يعترض فأنتم مطالبين بالقيام بشيء أعطاهم الدفع لكي يخططوا ويدعموا جنرالات الجزائر في انقلاب عسكري لو لا فرنسا لما استطاع الجنرالات في الجزائر والذين أكثرهم كانوا ضباط عن فرنسا أيام لاستعبار الفرنسي لما استطاعوا القيام من انقلاب وما أدى إلى كوارث حقيقية في الجزائر ربما يطل حديث عنها ترجمة نانسي قنقر